السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي صبحكم الله بالخيرات اليوم هو 24 فبراير 2020 ووصلتنا الأخبار عن استقالة رئيس وزراء ماليزيا دكتور محاضير ابن محمد وتكاثرت الأسئلة والتعليقات بهذا الصدد وأحببت أن أتأخر قليلا بإصدار هذا التسكيل لتجلية بعض الأمور المهم يمكن القول بأن الإعلان عن الاستقالة لم يكن مفاجأة للمتابعين لأن محاضير ابن محمد منذ البداية كان واضحا بأنه متردد بتسليم السلطة إلى أنور وحزبه وكان من علامات ذلك أنه من اللحظة الأولى لاستلامه الحكومة عمل على إضعاف خصوم المحتملين سواء حزب العدالة بيكي آر لبرأسه أنور من خلال تقوية مجموعة أزمن علي واللي الآن فعلا أعلن عن انفصالها هو أعلن أزمن علي لأنه استقال من الحزب والحزب أعلن أنه فصله المهم أنه الآن أصبح رسميا خارج الحزب وأيضا استهدف محاضير حزب أمنه اللي هو كان الحزب الحاكم منذ الاستقلال ورأسه نجيب من خلال إحداث حركة انشقاق داخلية واستقطاب لبعض نوابه وأيضا المحاكمات يعني لدرجة أنه زعماءه بعضهم مرفوعة لأكثر من أربعين قضية وأيضا استهدف الحزب الكبير الآخر اللي هو الحزب الإسلامي باس باتهامات بالفساد والتهديد بالمحاكمات واستطاع أن يحيد الكتلهاي وتدريجيا انتقلت من مربع المعارضة لمحاضير إلى مربع المهادنة ثم أخيرا شبه تحالفه عندما يستخدم محاضير هذه الاستراتيجية فهي استراتيجية معروفة في سلوكه السياسي وشائعة أيضا بالسلوك السياسي بشكل عام وهي تفريق الخصوم عندما أنشأ محاضير حزبه أبناء الأرض الحزب كان يحكم أو هو كان يحكم رغم أنه ما عنده غير 12 عضو في البرلمان وكان مطلوب منه في برلمان منكون من 222 عضو أن يكون عنده 112 وإذا كان لابد للحصول على أصوات بيك آر أو حزب العدالة تبع أنور وحزب داب اللي هو التابع الصينيين ولهنود حلفاء أنور وبدون ذلك كان صعب أن يحكم يبدو أنه بعد ما أخذ تعهدات من الكتلة المالوية اللي هي مكونة من أمنه وباس لم يعد بحاجة إلى التحالف الإضطراري مع أنور وغيره من غير المالويين هو لما وصل إلى هذه القناعة فيما يبدو وحفظاً للمصداقية وعدم الدخول بجدل أنه سيسلم أنور أو ما سيسلمه لإقتراب نصب المدة فضل الاستقال على ما يبدو وهذا سيمنحه بالمناسبة عهده أخرى يعني ليس نصب المدة فقط نصب المدة مضاف إليها عهده أخرى المثير في الموضوع أنه أنور صرح للإعلام أنه لا يعتقد أنه محاضير هو السبب في هذا الوضع وإنما هناك أطراف داخل الحكومة وخارج الحكومة أدت إلى وضع من هذا النوع ضغطت على محاضير وفي هذا إشارة صريحة إلى دولة العميقة هي مقتنعة أنه أنور لا يصلح للحكوم وحالة دون تسليمه الحكم للمرة الأولى بغض النظر عن التهم التي شيقت إليه وذلك لسببين الاقتراب أنور أكثر من اللازم من الأمريكيين والأمر الآخر اقترابه أيضا أكثر من اللازم من غير الملاويين من غير المسلمين يعني الصينيين والهنود ولذلك الدولة العميقة التي في يدها التأثير الحقيقي في ماليزيا ترى أنور كتهديد لهوية الدولة وطبيعتها ولذلك أظن أنه شبه المستحيل أن يستلم أنور الحكومة وهذا ترجيح كثير من الناس الآن لمن سيسلم محاضير السلطة إذا قرروا يتركها يوم الأيام غالبا هو سيسلمها لشخصية ملوية قوية أمثل على ذلك اللي هو مثلا ابن خالد نجيب اللي هو هشام الدين وشغل منصب وزير الداخلية وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء والده كان رئيس وزراء وهو أعتقد أنه المرشح ربما يكون الأقوى وأيضا هناك أزمن علي اللي هو كان في حزب العدالة أو أي شخصية ملوية قوية لكن بالتأكيد لن يكون أنور الآن هذا آثاره على المعسكر الداخلي داخل مليزة سيكون له آثار إيجابية على وضع الملويين المسلمين مئنان لقوة الدولة وضعهم في الدولة وميزاتهم وبالنسبة لغير المسلمين اللي هم الصينيين والإحنود بشكل عام أظن أنه أولوية غالبيتهم هو الاستقرار الاقتصادي وبقاء البلد في حالة استقرار وقوة اقتصادي هو بخدمهم في النهاية رغم تأييدهم المعلن لأنور وعدم رغبتهم ببقاء محاضير القرار أيضا ربما يترك علاقات سلبية ربما يترك آثار سلبية على علاقة مليزيا بتركيا على وجه الخصوص لأنه معلوم أن الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية الأكبرتي هو من مؤيدين أنور وهم ينتظرون أن يصعد إلى السلطة ولكن لا يبدو أن ذلك قريب ولربما نرى قريبا نعمل أنواع الفتور بفلعلاقة بين الطرفين هذا وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم محدثكم محمد مكرم رئيس منتدى آسيا وشرق الأوسط شكرا